نشر أستاذ العلوم السياسية الإماراتية دكتور عبدالخالق عبدالله تغريدة عبر حسابه على تويتر أشهد فيها بأغنية لأيت الطبطبة لمواطنه حسين الجسمي ورفق عبدالله رابط الأغنية قائلا تصدرت أغنية بالبنط العريض لنجم الإمارات حسين الجسمي قائمة أغاني صيف 2020 بتحقيق 55 مليون مشاهدة في أسبوعين متفوقا على أغاني عمرو دياب وسعد لمجرد التغريدة كان من الممكن التي تثير جدلا عبر تويتر تعبر عن الذائقة الفنية لصاحبها لولا استخدام البروفيسور المقرب من ولي عهد أبو ظبي عبارة نجاح خليجي إماراتي مع وسم لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر ومحاولة تحميل الأغنية أكثر مما تحتمل في رأي متابعي ومن التعليقات التي وردت على تلك التغريدة كتب حسابه جناب العمدة بس الأغنية صناعة مصرية بالكامل الكلمات مصرية واللحن على الطريقة المصرية والتوزيع مصري والمطرب نفسه لم يشتهر إلا عندما غنى باللهجة المصرية أما حسان فقال لا أعلم ما علاقة نجاح أغنية بلحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر نجاح الخليج كجزء من أمتي يفرح كل العرب ومحاولة سلخي عن أمته لين تأتي له بما تروج له أما علي العقيل فكتب يقول أنا عني شك أن هناك من يدير حساب الدكتور اختلاف جذري في الصياغة والأسلوب مع حساب الطائر الجريح فكتب في غزة يتصدر حفظة القرآن نشاطات 2020 محمد والآخر كتب في تغريدة حالة برانوية مستعصية يا دكتور عموما أتمنى تكون لقيت الطبطب في أحضان الصهاينة وذلك على حد قوله عبر سكايب ينضم إلينا من أسطنبول الناقد الفني حسام الغمري سيد حسام مرحبا بك سيد حسام كيف رأيت هذه التغريدة في سياقها كيف قيمت أغنية المطرب حسين الجسمي وهل تؤشر إلى أن نتحدث عن قيادة إماراتية للمنطقة العربية باستخدام تقدم أغنية في مشاهدات اليوتيوب أو ما إلى ذلك أهلا بحضرتك أنا بس حابب أبدأ بتعليق التغريدة الأخيرة لحكي قرأتيها بأن أحد المتابعين يخشى أن كل الطبطب فعلا في حضن الصهاينة أو يعبر عن زعامة دولته التي تحتفي بالتطبيع وهل علاقة الفن بالسياسة علاقة قديمة وممتدة ويستخدم الفن أحيانا بالإلهاء لكن هذا أيضا ما يمنعش أن الفن من أحد معيين القوى النعمة وأن الأغنية توصل لـ 65 مليون مشاهد على اليوتيوب فده أحد المؤشرات وأجراص الإنذار الخاطرة التي تعكس وضع شبابنا التي عايزين فعلا يتعاطى مع أغنية بهذه السزاجة وهذه السطحية قديمة في مضامينها بل بالعكس وفي بيت يقول لقيت المزاج حبك إدمانه لقيت المزاج بالنسبة للمراقين هي عملية شرعانة للإدمان أو تعاطي المقدرات في وقت اللهم ما فيه تتعرض لهجمة شريسة لو رجعنا مثلا لسنة 79 و 81 هلأي أن استوديوهات عجمان في دولة الإمارات العربية أنتجت مجموعة من الأعمال الدرامية التي كانت تسعى له إحياء تراثنا العربي القديم أعمال جيدة فعلا أعمال دات قيمة فدي دولة الإمارات التي عرفناها قديما وده دور الإعلام التي كنا ننتظره مثلا مثلا ليلة قد غرناطة كان يضم أسماء كبيرة جدا من الدول العربية كلها ومش بس المصريين لكن كون أن الإعلام يوصل لمرحلة ويستخدمه طبعا صوت جميل زي صوت الجسم ما ننكرش لكن يستخدم كنوع من المخدرات أو خلق حالة من النشوة في ظل هذه الظروف هذا المؤسف والذي ما قلت يدق نقوذ خطر بالغ الأهمية طيب يعني ربما النقد الفني المتعلق بمحتوى الأغنية يعني ما هو ككل الأمور الأغنية تحتمل ذائقة هذا وذائقة ذاك ولكن سحب مسألة التفوق والقيادة على عمل فني حتى مكونات العمل الفني بالإضافة إلى المطرب الإماراتي حسين أنجسمي إلا أن كل مكونات العمل الفني بعد ذلك الذي أسهم في خروج هذه الأغنية هو مصري بالكامل فكيف يمكن فهم مسألة القيادة الإماراتية والعمل كلهم مبني على أكتاف النصريين بالفعل الكلمات الأهمية بحجة أمر وأنا كمصري حزين إن شاعر مهم زي بحجة أمر يعني يعرفت في تثلات مسلسلات يعني كانت بتحمل ملامح ثورية في بداية الظهور وكشاعر أنه يعني يوصل لهذا المستوى المتردي من الكتابة السازجة يعني فعلا مضامين الأغنية ومشأف لقيت الكهرباء وهي كلام تافه ومضامين قديمة وإن كانت تم استنسخة بأسلوب ركي أما اللي حاولوا الدكتور عبدالله الخالق هو عملية الإلهاء هو دولة الإمارات بعد يعني التطبيع بهذا الشكل المؤسف المؤلم وأنهما احتفوا بالتطبيع في الوقت الكنسوني رفض أنهما يخدوا 35 شوفنا صورة مسن فلسطيني يتم سحقه بأحذية الجنس يعني حتى حلفاء بنزايد حفظا لمقا وجههم ما حاولوش أنهما يعني زي ما بنقول في مصري يتلموا شوية في ممارساتهم فهم محتاجين أنهما يعني ياخدوا من الفن دور الإلهاء فبيمارسوا الإلهاء يعني أنهما كويسين أنهما متميزين إحنا عندنا هنا عملت 65 مليون في سبعين أو ثلاث أسابيع هم محتاجين هكذا دعاية في ظل حالة الصدمة عند الأمة العربية المثقفين طبعا والمهتمين طبعا بمراس الأجداد وكل ما هو فهمين في حالة صدمة من مش بس التطبيع هذا الاحتفاء غير ثمين بهذا التطبيع يعني وكأنهما وجدوا ضلتهم أخيرا كأنهم لقوا الطبطبة أخيرا في حضن نتنياهو ربما هذا سبب إنتاج الأغنية الأساسية نعم نقد الفني حسام الغمري شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر سكايب من أسطنبول لك جزيلا شكر مشاهدين نهاية المسائل نشكركم على طيب المتابعة لكم تحياتي نحاية ليماني دمتم في أمان الله وحفظه شكرا جزيلا لك حسناً اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر